السلام عليكم اخوانا اخواتي كرام تحديكم جميعا نحييكم كلها باسمين فا امكان كنتو ارزول في اللون بداية انا كنتمنى ان الفيديو ان يلقاكم بصحة وبعافية وتكونوا بخير ولا خير بصحب زيانا يا رب كذلك كنتمنى لكم ايد مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والعافية وطلامار والمتمنيات ان شاء الله تحقوها في حياتكم قاعدة اتمنى ونتمنى ومن الله سبحانه وتعالى انه يحقق لكم انتم الناس اللي متبعين هذا القناة عارفيني بانها اليامات المريض فانا قررت انجلش فيديو حتى ارتاح لكن مع الاسف ما مخلوني ما علي مني مخلوني البارح شنا ديك ذاك اللي قليك راه دور راسول الجزائر مبروك عليك جزائر اعطوها الرسول شخصيا صلى الله عليه وسلم اليوم اخرت عندنا واحد ليبي اللي قال لك هو ما نعرف كان نائب دي القدافي اخرت في واحد الحوار مع فرونس فاند كات وقال ان نرى الحسن الثاني قال لي راس صحرامش مغربي لما اعلننا المجاهد الكبير والمناظر الكبير الرغيبي اعلننا تأسيس جبه البلاد جبه التحرير للصحراء اعلننا في اتنين وسبعين وكان بومدين حاضر الاحتفالات ففوجة ابو مدين وابتسم ابتسامة سخرية واستهزاء كأنه هذي نكتة وانا بعدين ذهبت لمغابلة الملك الحسن فقال لي سيجلود ارجوك عندي من القنابل والالغام ما يكفيني والصحراء ليست مغربية وفعلا ثلاثة وتسعين انا ثلاثة وسبعين ذهبت لزيارة اسبانيا والتقيت بفرانكو وفي استمر اللقاء ست ساعات خلاله غدا وقلت لانت شخص كبير واتنت على اي حال فيجب تفجر اكبر عدد من الالغام ما تترك لشعب الاسباني تفجر اكبر عدد من الالغام والقنابل السياسية وعلى اراث هذه القنابل السياسية هي الصحراء وقال لي يا جلود الصحراء ليست معطف تلبسه متى تشاء وتخلحه متى تشاء اعطوني فرصة لأهيي الشعب الاسباني لقبول هذا القرار انا هذا شي ما قدرش نستحمله لماذا؟ لأنني عندما يتعلق الأمر بالوطن بوحدة الوطن لا نستحمله فقلت كما كنت سأخرج سوف نرط على هذه السياسية لكي نصحوا هذه المغالطات اولا اسمته جلاد او لا اعرف اسمته كان نائب القدام كان من ال 75 حتى ال 92 و 90 كان نائب القدام ما هي الإنجازات ليدا القدام؟ لماذا هي عمد الله؟ ما هي الإنجازات ليدا؟ ما هي الإنجازات؟ قدر نقلاب على ملك مسالم الملك الممكن امين مليا انجاز شيء حاجة يعني. فكان هو أنه يبدأ القدابي. دار واحد الكتاب يسمى الملحمة. الملحمة قال لك. شوفها من سنة الملحمة يعني الملحمة يعني تقولها تسيدة. دع رأيك لا يمكنكم رأيها تسيدة. ملحمة. 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 في قيضة هذا الكتاب قال بأن أحد مرأة تلقى مع الحسن ثاني. وقال له الحسن ثاني والدراسة حرام شي مغربية. لدي كلام هذا كلام خاطر. وكلام قصته يترد عليه. وعلم أن الكثير من الناس سيحاولوا تجنبوا ويتكلموا عن هذا الموضوع. لكن أنا سأتكلم عليه. لأن أهم شيء عندي هو الوطن. الوطن فوق الجامع. أولا. أنت أريد جلاد أو اسميتك. جلود. كثير. أنت والحسن الثاني. وماذا كان يشهود. وماذا كان يشهود كانوا معكم. وماذا قال الحسن الثاني أن نص حرام شي مغربية. يجب أن يكون شهود على الأقل. وماذا كانوا أحياء. ويتبتوا كلامك. يقولون أن المرحوم الحسن الثاني. الله يرحمه. قال صحرام شي مغربية. هذا شيء. شيء أخرى. قال صحرام شي مغربية. وماذا أنت. يعني المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه. مات. 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 يعني. فأنت قلتين على الحسن الثاني قليه. الحسن الثاني معايش. باش يجي قليك اللارة ما قلت ليك. أو لي. يكدوا لي أن ينفي كلامك. معايش. فلهذا يا أخي كلامك أنت. بعيد على المصداقية. هذه. فيما يخص هذه القادية. كلامك بعيد على المصداقية. أما. بالنسبة للمغربية الصحراء. نفترضه جدا له. نمشيه معاك حلايا لأبعد الحد. أنا شي مسؤول مغربي. يقال هذا كلام هذا. كما كان نوع. هناك إكراهات. هناك. يعني مناورات. هناك كلام اللي ممكن يوصلوا لشي حد. باش. كيف حد الأخيرة. بعد حال السيئرسي. نكن عارفوه شنا هو دائر الفوك. نكن معاك حين شنو ضاير الفوك. نكن معاك حين شنو بك. نكن معاك. والمغرب تجعرد واحد بنوع للإستعمار. و لكن لا يوجد الناس. اختبره. المغرب تجعرد الاستعمار من إبانيا و من فرنسا. و نقسموه. ولم نرى شيء الذي يعمل بل بالعكس نحن نعطيه المساعدات ونعاونه الناس وكان الجزاء دينا ونظر يستعمل ورق الدافي هذا الأنظمة التي ذهبت إلى مسبلة التاريخ بل هذا السجلات كلامك بعيد شوفوا ما يتدبر على سيارات في عندبوم ديان بخروبة هذه الساعة أما هذه ما تدخلش للعقل ونعطيك دليل آخر نعطيه لك دليل آخر يعني كيف يعقل أن الملك الحسن الثاني قال قال أن الصحراء مغربية وهو والمرحوم محمد خامس الله رحمهم زاروا موريطانيا اللي كان جزء لا يتجزاء من العرض الوطن زاروا موريطانيا اللي كان تتبع المغرب موسيقى 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 موريطاني سيكون موريطاني موريطاني سيكون موريطاني مغربي ونقشح لنا حميد ساباط قالت أنه موريطانية تبع المغرب يجب أن يكون مغربية وموريطانية تبع المغرب ونقضى الموريطانيين وموريطانيين يصبحون دم وكان يتبرضون على المغرب في الساعة في 2007 ولم نعرف مرحل وكان وزير الخارجية وكانت الدبلوماسية تبع عليها وكانت يحكموا شعبات وكانت تبع موريطانية تبع المغرب هم يقولون موريطانية تبع المغرب يقولون موريطانية تبع المغرب هنا لنقضى الحديثة في المغرب عند جزئات المغرب قسمة المغربية نحن نقول أن هذه الخاطرة هذا ما يتخلق هذه حقائق تاريخية ما يتقلقون ويزحلثوا مع الحياة رأى النمسا كان تبع الألمانيا النمسا النمسا أسطو غايش كان تبع الألمانيا كانت دولات تبع الألمانيا التي يجب منها يطلع واذا لو أن نمشي أنا لدي شخص عند النمسا ويقول لي رأنتم مكتوبة بين الألمانيا يتقلق هذا التاريخ فالذي يعطي الشرعية للمغربية الصحراء هم الحقائق التاريخية المغرب كان وصل النار السيني قال فهذا المرابطين والمرابطين من نجا ومن سوس هذه أرضنا ولكنا أولاد الناس وسمحنا في أراضي اللي إخدتها فرنسا وعطيتها الجيران وقسمت لنا موريطانيا رابانسكروتو عن السحراء أباركها من الحقراء للمغرب راحقرتونا بزاد أو هم أقسمونا تشدونا دارونينا الريجيم المغرب كانت مارك الله شد بلاستو دارونينا الريجيم وفي الخر إلا الصحراء مشي مغربية يجي واحد سميته جلود سميته واحد كان يتابع واحد في الصحراء ما نعرف كتاب الأصفر والأحمر يجي يقول يا الصحراء مشي مغربية الصحراء مغربية بالحقائق التاريخية مشي بالفم نجوما جيتوا الجمهورية العربية الصحراوية وفي الخروج وفي الخروج وفي الخروج نجوما تحكم من السماء أنا ما عملش دولة في العالم ما عندنا تاريخ ما عندنا في العواخة توم جمهورية عربية صحراوية دي مقراطية شعبية اشتراكية نووية خريانية ما هو تاريخ ديركم ما كانوا الرئيس قبل ان تستعمركم اسبانيا ما هي العاصمة ديركم شنوما المعالم ديلكم معالم تاريخية شنوما الاعلام ديلكم اعطوني شي كاتيب ولا شي حادث تاريخي شي معراكة ادخلتوا لها مع مريطانيا ولا معاشة الجزائر ولا شي من ادخل ما اقولش اني شيدوا لك مضحكك الجمهورية العربية الصحراوية بخل ربك انقلص اه الجمهورية العربية الصحراوية في الخر اغسطوا بايطة بلوك ويقوموا بردان ويقوموا بردان في الصحراوية اليهورية لهم جلاده ويقعدوا بردان ها سميته لا تتحفظ على صحراوية سميته سميته لا تتحفظ ما سميته قاعدة في الدم هذا الكلمة كذب في كذب لأن هناك شخص ما كان معكم ولا يمكن لأنه قبل زار موريطانيا وقف مع القبائل المغربية في الصحراء المغربية ودعمهم كي يتحرم اسبانيا هذه واحدة يعني هير كتين تبغيتي ما نعرف كتين تبغيتي ما نعرف كتين تعتقد شمسايريف من عند بخروبو صافي ننتعرف هذو كبوهاليين هذو كير قوليهم الصحراء مغربية يعطيك حواجيهم هنقاش فولجي نقوموا عاش المغرب وعاش الماركو الصحراء مغربية اشتركوا في القناة